السلام عليكم وكنتمنى تكونوا كاملين مزيانين على خير وباخير وانسوا ما كتشاهدوه دفيديو اللي كانت تحت الطالب ديال الزوج ديالي قال يشتك مع عمرك صورتي رايب وخاك يصدق لك مزيون بزاف لحسن ما رايب ديال من البنات او لا ديال محلبات فقلت علش ما نشاركوش معاكم ونشارك معاكم الطريقة اللي هي بسيطة وكيصدق 100% عندي هنا في مقادر دياله يطرون نوس ديال الحليب الحليب ديال الحانوت يعني الحليب اللي هو عادي شاسياد الفاني دانون عاقد وغادي نحتاج السكر على حسب الدوق دياله غادي نشبر واحد تنجرة او لواحد كاسرونة وغادي نكوب فيها يطرون ديال الحليب وغادي نخلي الحليب اخر نص يطرون جانبا مهم هاد الحليب من بعد ما غادي نكوبه غادي نخلي حتى كيفيت او لحتكي غلى كيتطلع ذيك الرغوة دياله اللولة وكنتفع له وكنتخلي هاد الحليب على الجنب ما كيكونش سخون بزاف وفي نفس الوقت ما كيكونش بارد يعني تقريبا دافي دابا غادي نحتاج واحد طاصة ليسكون واسعة او لكبيرة شوية وغادي نكوب فيها ديك نص يطرون الحليب واهم حاجة هاد الحليب ما يكونش بارد يعني غادي تجيب دوق قبل بوحد ساعة لما كانت تلاجه حتى كيتزول منو ديك برودة نهائيا عاد كنستعملوه في هاد العقدة ديال الرائب غادي نحتاجو دابا ديك شاصية ديال سكار الفاني تهي غادي نضيفوها فوق الحليب وغادي نزيدو ديك دانون العاقد مهم ضروري ضروري خصو يكون هاد دانون عاقد يعني دانون الاصيل مهم يكون دانون عاقد حتى هو ما يكونش بارد هاد دانون تهو خصو يكون في الحرارة ديالجو يعني تهو تخرجوه قبل وقت منتلاجه وتنزلوه تخليوه على جنب حتى كتزول منو ديك برودة دابا غادي نضيف سكر انا ضيفت هنا يا ستة ديال معالق ديال السكر كبارين سكر الخاشين او السكر الحبيبات وكي يبقى على حسب الضوق ديالكم كل واحد الدوق ديالو دابا غادي نخلط مزيان هاد العقدة ديال الرائب واحد دقيقة ما غاديش نوقف يدي تساكي دوب ديك السكر وحتاكي تجانس ديك السكر مع الحليب ودانون وديك السكر الفاني عاد غادي نوقف يدي دابا غادي نمشي نشوف ديك الحليب اول حاجة ولا بود ما تصفيوا او لا تزولوا لديك الوجه باش مني تكونوا كتتاكلوا رائب ما تحسوش بشي حاجة في الفم ديالكم هاد الحليب هاد ضروري ما كخصو يكون مباين دافي وبارد يعني ما كخصوش يكون كي حرق من الدخل السبع ديالك في الحليب ما يكونش سخون دابا غادي نشبروح مغروفة كبيرة وغادي نبقى نكوب في ديك العقدة ديك الحليب اللي ماشي بارد وماشي سخون غادي نشبروح مغروفة ونبقى نكوب شوية بشوية حتى نخلط نصد كمية ديك الحليب داروري تتبعوا هاد الخطوة و هاد النصائح كاملين لعتسكم ديال العقدة ديال الرايب باش غادي يصدق معاكم مية في المية كونوا متأكدين اذا جربتوه بهذا الطريقة هادي را غادي يصدق معاكم وغادي يعجبكم بزاف بزاف مهم كنتمنى تتبعو هاد مراحل هادو بهذا الطريقة هادي ملي كنشبرو مغروفة وكام قون كوبو على هاد العقدة الحليب شوية بشوية كنضمنو باللي الرايب غادي يصدق مية في المية من بعد ما كنكوبو ديك الحليب مغروفة بمغروفة حتى كنساليو نصد كمية ديال ديك الحليب كنشبرو ديك الطنجرة وكنكوبو ديك الحليب كامل اللي غاليناه في كسرونا او لا في طنجرة وده باق غادي نحرك واحد دقيقة ما نوقفش دي مرة ضروري ما تحركو مزيان مزيان فاد المرحلة هادي وفاد الوقت خصو يكون عندكم كيسا در رايب وواجدين بايش كتزربو عليه فاد مرحلة هادي انا شنو غادي غادي نعدل غادي نشبر واحد طنجرة نخليها كتسخن بالماء على جنب وغادي نشبر ديك الرايب وغادي نكوبو في واحد قرعة او لا في شردوما وغادي نبقى كنكوب في هاد كيسا هادو مهم انا عندي كيسا عدي المناداء والعاصر وخاها هيداك ديبانت فيهم وكبس ديك الرايب ما عنديش كيسا ليهما ديال الرايب ولكن مهم ديبانت ولي مهم هشي كيسا اللي مهم هو الرايب جا مزيون والديد وناجح 100% مهم كانت مننا تجربو هاد الرايب هادا را غادي يعجبكم بزاف بزاف مهم لما عندي دا باقي سخنو والرايب كبيتو في كيسا ضروري ضروري تكون عندكم طنجرة كتشت اذا ما كانتش عندكم طنجرة كتشت شوفو كوكوت او لا طنجرة الضغط باش غادي تشبرو هاد الرايب اللي باقي مشبر شويش ديال سخانة وغادي تعدلون في ديك الطنجرة اللي فيها المسخن مهم عندي هاد الطنجرة هادي كتشت وخاها ايدك غادي نغطيها اذا عندكم سلوفا مزيانة تغطيو هاد الطنجرة هادي بسلوفا ما كانش عندكم سلوفا شبرو عيش بلاستيكة وغطيو هاد الطنجرة هادي وشدو عليها مزيان هاد الرايب هادا مهم انا شبرت كيسان كاملين كف ما كتشوفو عدلتهم في المسخن ده با غا نشبر سلوفا وغادي نغطي هاد طنجرة بسلوفا ما كانش شوفو عيش شميكا او البلاستيكا وغطيو الطنجرة ديالكم ما يدخلاش الهواء نهائيا غادي نحتاج يا اما كاشا او لا فوطا او لا شي مندي المهم شي حاجة ليس كونك تشبر سخانة انا غادي نشبر غادي نغطي هاد الرايب بوحد منديل وغادي نوقف تصوير وغادي نغطيه بوحد كاشا او لوحة بطانية اللي هي سخونة ديال البني ديال الشتاء وغادي نخليها عشرة ديال الساعات من بعد عشرة ديال الساعات شوفوا بعينكم هاد الرايب كيفاش عامل او لا كيفاش ناجح 100% مهم دا بغادي ندخلوا انتلاجة واحد ساعة او لا ساعة ونص حتى كي يبرد مزيان مزيان وكي زيدي عقاد من اللي كتدخلو هنتلاجة وراد كامية اللي اعطيتكم را خرجت الكتار من هاد كيسان هادو شنو كيسان اخرين خليصوا معلاج في واحدة نجرة واحدة اخرى وهادو هما اللي صورتو معاكم دابا شوفوا كيفاش عاقد هاد الرايب هادا واللي مهم هو الديد وعاقد وناجح 100% مهم كنتمنى يعجبكم دابا غادي ندخلوا انتلاجة ومن بعد ما غادي يبرد غادي يزيد يعقد ها هو شوفو شكل ديالو وخاق اللي بتكيسان بقى عاقد وبقى مشبر هذا هو الشكل النهائي ديال الرايب وكنتمنى ايكون اعجبكم اذا اعجبكم ما تنسوني شي ملايكات ديالكم او الا بالاعجاب بالفيديو واذا اعجبكم هذا الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة واتفعلوا زل جرس باش يبقى يوصلكم الجديد ديال القناة وشكرا بزاف للمتابعة ديالكم من القناة والله لا يخطيكم عليها واستنوني بزاف تشهيوات ان شاء الله باقي غادي نشارك معاكم موسيقى موسيقى